يلا يا شباب انتوا معين مرة تابعين شوفوا لكن انا وياكن هلأ بدنا نحاول انه نكتب الكودات يلي بدأت سيطر علي على المسج ديف شوفوا لازم المنطق اللي بدي اشتغل فيه هو انه جيبها لهيد الديف وإلا غيري عملية display block لانو display non هي خفيتة فالdisplay block هي بتعرضها فكيب بدي يقل له هالشي بواسطة الجباسكب بدي يقل له ساني اذا بكتفصلهم فيها دي بكتفصلهم قبل شعنة هي الفكرة هاي اللي حطيفهم ان انت عمت وان انت عمت عمتقلهم ان هذا الشي هو هذا الشي طيب لكن نحن عم نقول نحن عم نقول انه تعطيق كومندات الاساسية اللي هنه document.get element by id أو هكي اشي لكن نحن عم نقول انه الديف يلي موجودي معنا لحتى نقدر نجيبه ونأثر عليها هدفنا انه هايدي الديف يلي اسمه id msg بدنا نحول display none اللي فيها اللي هي خفيتها لdisplay block عكس النون هي block يعني هايدي بتخفي البلوك بتظهر لا اقدر جيبها وحول display none اللي فيها لdisplay block انا بحاجة اني جيبها وحطها بالcentral memory بالcentral memory عندي ولا اقدر سيطر عليها بدي اعطيها اسم بالجاباسكريبت بنعمل شي اسمه variable الvariable بالجاباسكريبت هو عبارة عن مكان بقلب الزاكرة مفروض انه نحن نحط بقلبها الobject او الvalue اللي بدنا نسيطر عليها نحن معنا إلا div بدنا نجيبها ونحطها بالزاكرة اللي نسيطر عليها بقى الvariable تعطوها اسم مثل النون variable اللي تعول الماث x y x square y square whole نفس الاجزاكلي نفس الفكرة بس الvariable اختراع الاسم لا لكم انتو بتحطوا الاسم اللي بدكم لي مثلا انا حتى يكون الاسم familiar معكم سميته x كلمة var مانا اجبارية يعني فيكن تلغوة مانا اجبارية كليا فانا عمقول var x equal بدي طال text box بدي طال div يلي اسمها message ال id تاعة message تقدر طال بدي قلو بتتفضل بتروح على البادي بقلب البادي بتدورلي على tag الاحام ال id msg يعني يعني انا انا بدي قلو هون go to the body go to the body and get the tag named او that has the id msg هيك هيك بدي قلو بس بلغة javascript البادي البادي document والتاق بلغة javascript اسمها element فصارت الجملة بالشكل التالي بادي اللي هي document get element by id يعني جيب الطاق يلي حام لي هيدا ال id اي id msg اللي هي هاي صو بهاي الحالة صار هو بيجيب ال element يلي هي طاق من قلب البادي اللي حام لي msg وانحنا عنا كازا بس هو شو بيعرفوا اي وحد يلي حاملي هيدا ال id جود وين حطها بالزاكرة تحديدا وين بقلب ال x فصارت ال x هي بتمثل ال div يلي اسمها msg هيدا ال get element by id هو امر فعال جدا في واحد اخر اسمه query selector ممكن ناخده بوقت اخر لما نبالش بالجافا سكيبت بشكل deeply ما تخافوا من كتابتها لانه سهلة هي مكون من اربع كلمات get element by id دايما ببرم بالبرمجيات لما بدنا نوصل كذا اسم ببعض مثلا css font size توصلهم بـ بينما بالجافا سكيبت بتوصلهم مع بعضهم ملزوئين ببعضهم بينلزقوا ببعضهم لحتى انميزهم عن بعض اصدا الجافا سكيبت بتكبر اول حرف من كل كلمة باستثناء اول كلمة يعني اول كلمة بيكون small تاني كلمة اول حرف منها capital اللي هي element تالت كلمة اول حرف منها capital اللي هي ال-b رابع كلمة اللي هي i فهيد الكيس اللي انتو شايفينا نحنا نسميها camel case camel يعني جمل مقصود فيها مثل حردبت الجمل بيطلع بينزل حرف كبير حرف صغير هيك مقصودة اوكي فازا انا هلأ فسرقت لكم كيف فيكن شو الهدف اول شي بدي جيب ال-dev بدي غير style اللي مكتوب فيها display non ل display blank هيك بتظهر الرسالة بس كيف جبتها عن طريق element كيف بدي قلو ال-ex هي بتمثل div كيف بدي قلو خود display الموجود فيها حول ها ل block ما صعبة بسيطة جدا بس بتقول له x dot style يعني css تعول لل-ex اي css منهم من نكتر dot display display الموجود بقلب style اللي موجود بال-ex equal هي اساسة مكتوب فيها none انا بدي قول block فهيدا الحديث بدو يصير لما انا اكبس على مفتاح تا الماوس بس يا جماعة اذا نفزت هول حيتنفز ضغري وما ححس انه رسالة مخفية يعني رسالة بدت ضل ظاهرة لاحظوا انا حاطط لها display none بس بعد ليش ظاهرة بس 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 جافاسكوب ايا كود انتو بتكتبوه بيتنفزوا ضغري من دو ما حدا يناديلهم المفروض انه ما يتنفزوا ضغري لازم نأجل تنفيزهم نحنا نأجل تنفيزهم لما نكبس على المفتاح من ناديلهم اللي يتنفزوا وهيدا التأجيل بيتستدعي انه نحنا نكتبهم داخل block of statements من سميه function فمشان هيك انا بكتب function وبعطيه اسم اي اسم انا باخترعه مثلا مثل show msg show message من ضمن اسمه للfunction في bracket مثل ما شايفين الاوامر لازم يتخبوا بقلبه لا يعرف انه هولي لقلو فمحطوله open brace و close brace على نسع css هيدا الفنكشن انا لما كتبته ما قاد يتنفز الا لحدا يناديله يعني اذا هلأ عملت refresh للصفحة ما بيعطين اياهم ما بينفزهم لازم حدا يناديله للfunction اللي ينفز مين بدو يناديله طبعا السيناريو اللي نحنا حطيناه comment button هو اللي هو هيدا طب كيف بدي يناديله بدك تعمل event هندلر event هندلر مين هو هو حدث متى سوف يتم تنفيذ الامر on click on double click on click on mouse over on mouse down on key press on key up في كذا حدث في فوق 64 حدث أما الحدث الفعلي يلي نحنا بدنا هو on click يعني لما نكبس بالماوس على button فإذا هون نحنا منستدعي للfunction بإسمه منقله show msg ما تنسو sensitive يعني small small capital capital هيك صار إنه هو مختفي لما اكبس على الشو بيظهر بيفضل إنه مختفي لك بيكبس على الشو بيظهر بيفضل إنه أنا بس اكبس على الوكي بدي اخفيها للرسالة فهيدا الوكي ما لنا مبرمج نحنا بدنا نبرمج لنخفي تعال نكتب الفنكشن اللي بيخفي هيدا الفنكشن متن ما سمينا فوق show message سموها hide message او اي اسم انتو بتقترحو انو تحطوه نفس المبدأ بعمل get element by id وبحول display لا none يعني بالقلب مش بلازم غير الvarie لا ما بيقصر لأنه هون غير function بحق اللي غير function نفس الvarie يعني هون different variable بيصير بالنسبة لأ هلأ ال href اللي أنا كتبه هون a href فيكن تكتبوا فيها طبعا عادي on click فيكن تكتبوا فيها مثل ما عملنا تحت exactly بس إذا حبين تكتبوا الأمر جوية ال href هون javascript تحديدا فيكن بس ما تتخيل انو تكتبوا هيك hide msg انو يمشي ويرد علينا لا هو بيفتكر انو أنا عم نادي صفحة اسمة hide imsg وبيعطيني error فحتى تقولولوا ان هيدا javascript مضطرين تعطوه protocol اسمه javascript نقطين فإذا هيدول الjavascript نقطين هيدا اسمه protocol javascript هيك بتصير بتتحول ال href لانو تنفذ أوامر الjavascript تعال نعمل تست show hide show hide تعال نعمل هلأ أنا وياكم هيك فكرة مثل صيغة animation انه بتصير انه لما انا افتح ال اكبس على button تعمل animate هيو عم تظهر يعني مش تظهر بشكل مباشر بس هلأ السيناريو تعل animation انتو فيكن تخترعوه متى مباتكن أنا هعمل وحدة بسيطة متى fade يعني بتكون مختفية وتظهر عمهلة شوي شوي أنا لما اعملها بدي يكون انتو تعملولي اياها بطريقة مختلفة وحقلكم شوي الطريقة المختلفة انه أنا بس اكبس عليها تظهر بدي تبرم 360 درجة وتثبت وتوقف يعني مثل انه فتحت انت بتكون برامات وبعدين توقف 360 درجة ازا ما فمتوا علي كيف يعني 62 درجة حفهم كيف طلعوا معي كيف يعني هيك خاني اخذها كرسمة عادة تعمل flip يعني 62 بس ما في امر اسم flip تعمله key frames لا مش عارف عارف تعمل animation تحطل duration و ease out in وتحط key frame بتقل rotate كل شوي 10% مثلا rotate 15 degrees 360 اي هادا الشي بدي مكتوب يعني انا هلا انتو بتبرموها هيك 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 بترجع بتوقف يعني مش منو تضل عم تبرم يلا بتبرم 360 وبتوقف بس هادا الشي بسرعة يعني مش انو عقل من مهلة عم تبرم تدخوني خلاص بيكبس على المفتاح بصفر فاصلة اربعة سكند يعني اربعمائة ميلي سكند تفتح وتبرم او حتى اقال بتوقيت زمن اوكي فازا انا هلا اللي بدي ساوي هون بستايل بدي اخلاق بسيطة جدا هاكتب 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 شي هون او اخر شي ما بس هون ات key frames بعطيها اسم اصلا خلني نسميها message msg اصلا بدي اقلو عزيرو بالمية خليها تكون مخفية كليا opacity zero كل مرة يعني مش هون مش هون مش بقى البقى هاي 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 الخطة خطة العمل تاعت الانيميشن بدي لما تكون 25 بالمية opacity opacity بدي اعملها مسلا اه 0.25 0.2 يعني بدي لما تكون 50 بالمية بتكون opacity بتكون هون فيني حط 0.25 تكون 50 بالمية 0.5 يعني العكل انا هون حطت zero point zero فيني حطها zero يعني هون مش دروي بس zero point zero فيني خليها زيتها بس ما خاصة بال rotate انت عرزين اي example لا rotate انت بدك تساوية انتو بتساوية هون هاي انا انا عم ساوية كفايد بقتلكم انا حساوي متل فايد وانتو بتساوي rotate اوكي وبعد بدي حط ام ام مسلا مية بالمية خلي تكون opacity مية بالمية يعني واحد point zero بيالشكل اوكي يا جماعة خلي ازبطها هاي هيك انا بكره هون لما يكونوا بعادها مباطلة ها وحط هايدي اصدا هيك zero معلوم باش اجبارة انا بحب انه يكونوا قد بعضهم اوكي هاي اللي اسمها msg هي خريطة العمل لمين بدي لقمة لهاي msg بدي لقمة لما افتح الصفحة يعني لما افتح لألة يعني المفروض انه اعطيها هي بالجافاسكبت اذا اعطيتها لا بالdev اللي بيصير انه ممكن تزبط وانا بفضل انه اعطيها بالجافاسكبت لانه بدي اعطيكم كيف يعني بيجي لهون على الجافاسكبت بعدل علي له هيدا الفانكشن هيدا الفانكشن انه بغير الديسفلي لبلغ ما ها امحي هعطله بيك بتعطله بالجافاسكبت بتقلوله هون x.style لانه بدك تعطيه اكتر من امر css بتصير بتقل له هون فارد مرة حتى ما تكتبون كذا واحدة dot css text equal وانتي هون بتكتب بقلبه اكتر من امر شوفوا بتستعملوا مش quotation mark هايدي الموجودة على حرف z اللي هي هاي بنسميها بتصور يمكن هفن اسمها اللي هي هون وبتكتبوا بقلب الاوامر display block هون صاح فيكم تحطوا نقطين مش equal block نقطة فاصلة وبترجع عن جديد الانيميشن بديها تكون message خلال ثانية واحدة هلا يمكن مبالغة ثانية بس اس اوك ما تنسوا لك هاي open close on save يلا تعال نعمل test reload show message لاحظتم كيف عملت fade ايا fade يمكن اذا كبرت التوقيت الزمني بس حتى تشوفوها بس انتو اكيد مش حلو انو تكبرو اكتر هايدي الرسالة مش لازم تطفيلي قلبي انو عم بفتحها لاحظتو fade عملت هعمل ريلود انا جديد ها بيها الطريقة اوكي بخفيها بس اكيد مو بيلغت لتسواني خليها تكون ثانية وحدة بتكفي وانتو نفس الشي عندكم نونيك ثانية وحدة بتكفي تمام تمام هاك نحنا انجزنا مهمتنا لليوم ما تنسوا انتو بس تاخدوا هيدا الاكزرسايز بليز عدلوا عليه لحتى تقدروا تعملوا ليها تبرم بديل ما تظهر بشكل fade هلا بس بحب اقول بعد شي انو فينا نحنا ازا حبينا انو ازا كبسنا على escape بالكيبورد تختفي الرسالة متل ما كل الرسال بيصير فيهون هاي ففينا نكتب بعد function بس هيدا الفانكشن انا ما كتير هاشرحه الا لما نفوط ديبلي بالجاباسكب لانو فيه قلبه خاصهم بالكيبورد function هنسميه مثلا let's say escape exit عسبيل المثال نحنا عادة نترك ال function ال bracket تعيطه فاضي لازم تعرفوا شغل انو هاي ال bracket مش معمولي من وهم هاي هون نقلهم parameter parameter يعني نحنا منودي email ال function بيشتغل عليها ال email اللي بدي وديها هون هي بيطنعطها من ال window اسمه event 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 فال window بيعطيه لل parameter لهيدا ال function انو شو هو الكي اللي انكبس على الكيبورد فانا بدي اقلو اذا الكي اللي انكبس على الكيبورد هو ال escape فعمل hidden للمسج علما انو هيدا الكي اللي هو escape رقمه 27 الو رقم خاص في ال enter رقمه space رقمه 32 فانتو فيكن اذا عم تعملوا game وبتكون تقوصوا عادة بيقوصوا بال space bar space رقمه 32 ستين فبتقولوا اول شي var x equal document dota l هاي دي المسج عم بعملها copy لانو ما ممكن تكون public يعني ما فينا حطها مرة واحدة بدأ تطرق اني اكتبها هاي اول نقطة تاني نقطة بدي اقلو if condition يلي ما بيعاب برمجة اول مرة بيشوفهم بيحسهم انو complicated بس بتصور كلكم تعرفوا حتى حنان حنان اندرس mobile application تعرفش اذا كانت event dot key code c capital sensitive اللغة بتساوي 27 equality هي double equal اوكي بهاي الحالة بقلو message msg يعني انها معنا dot style dot css text بتقلي طب خلص ضغل اول equal نعم حاتت f بس ما فتحت ال code ما لا ايه هاي ال f هون انا حطيت شرط قلتله اذا المفتاح الكي يعني يعني رقم المفتاح اخد ايه ال window اذا بتساوي 27 عمول display none متل اللي وقفت انا فوق هاي يعني exactly هون اذا بدي انا خلي اسم x هاي كمان برضو سمي x function height تمام اوكي سو هلأ هيك صار كل شي تمام اذا كبسنا على escape بال keyboard المفروض انه ينعمل هيدا الشي بس هون التعقيدات اللي بتلكون ياها هو شو بيعارفوا انه انا نعطيه هيدا الاسم نقل له انه اليوزر لما يكبس على الكيبورد ردة عليه وهيدا الشي بيكون هون بشي اسمه on key down بقلب البادي وقال لهو شو بيعارفوا انه انا هكبس على keyboard من شان هيك من نديله لهيدا الفانكشن انه لما ينكبس على keyboard وطبعا البادي بتمثل بتمثل كل الصفحة سأتنفذ الاسكيب اذا هو كبس escape يعني اذا انا هلأ كبس شو escape بال keyboard بتخفي اوكي وهيدا كل شي لليوم وبدأ اياكم ما تنسوا اياها as rotate يلي تبرم بديل ما تنعمل fade يعطيكم العافية امين ما تنسى قصة الفونت awesome اذا طول معك شي color او animated اللي عنهم بس اكتب ليها وصاب كمال يلا هلأ بكتبها هلأ بكتبها هكتبها على الجروب باي 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 باي